وشار قناة الثانية عشر تنقل عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل لم تبلغ إيران بموعد الهجوم أو أهدافه أو قوته وهذا نفي لما تدوله موقع أكسيوس اليوم بالفعل وهذا الأمر أغضاب كثيرا من الإسرائيليين في الشارع الإسرائيلي اليوم عندما علموا بأما أورده موقع أكسيوس الأمريكي موقع أولى الإسرائيلي عن أن إسرائيل أبرغت عبر وسطة إيران بماذا ستقصف وماذا لن تقصف داخل الأراضي الإيرانية الليلة الماضية هذا الأمر سبب غربا واسعا عند الإسرائيليين الذين كانوا يتحدثون أولا عن أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أقل بكثير مما كانت تروج له إسرائيل خلال الفترة الماضية لم تستهرف الكيادات السياسية أو المرجعيات الدينية أو الكيادات العسكرية داخل إيران لم يستهرف طبعا البرنامج النووي الإيراني إلا أن كثيرا من الإسرائيليين كانوا يتحدثون عن عملية خداع يقودها بنيمين نتنياهو خلال الفترة الماضية أنه سيبلغ الإدارة الأمريكية بأنه لن يستهرف المنشآت النووية بينما على أرض الواقع لن يفوت هذه الفرصة وسيستهرف هذه المنشآت على اعتبار أنه حدد هذه الولاية باعتبارها ولاية وقف التهديد النووي الإيراني على حد تعبيره لكن كل هذه الأمور لم تحدث ثم جاء تقرير في موقع أكسيس الأمريكي يزعم أن إسرائيل أبلغت إيران عبر وسطا بموعد الهجوم وبطبيعة هذا الهجوم ما تسبب بحالة غضب في إسرائيل التصريح الأول كان من زعيم المعارضة يائر لبيد الذي تحدث عن أن هذا الهجوم أقل من المتوقع وأن بإمكان إسرائيل أن توجه ضربة أقوى لإيران كذلك فعل قطب المعارضة ووزير الأمن الأسبق أفيغادور ليبرمن الذي قال أن الرد الإسرائيلي على إيران هدفه الإسكات هدفه شراء الهدوء وليس توجيه ضربة موجعة لإيران لا للبرنامج النووي الإيراني ولا غيرها من البرامج التي تملكها إيران البرنامج الصاروخي أو غيرها من الأمور بالتالي الهجوم لإسرائيل الداخل إيران سبب حالة من الغضب التصريحات قليلة خصوصا تصريحات المسؤولين السياسيين المحسوبين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بريمين نتنياهو نتنياهو نفسه صامت مختلف وزراء الليكود وزير الأمن الإسرائيلي من بينهم كذلك وزير الأمن القومي إتمار بينكفير ووزير المالية بيتسل إيلس موتريتش جميع هؤلاء الوزراء صامتون نتنياهو كان قد أصدر تعليمات في وقت سابق اليوم للوزراء بعدم الحديث عن هذا الأمر عن الهجوم الإسرائيلي على إيران في محاولة طبعا لعدم تكرار ما حدث في نيسان أبريل الماضي عندما كانت تتحدث إسرائيل عن هجوم قوي داخل الأراضي الإيرانية ثم خرج وزير الأمن القومي إتمار بينكفير ونسف كل ما كانت تروج له إسرائيل وقال إن الهجوم لإسرائيلي في حينه داخل إيران أقل بكثير من المتوقع ووصفه بالكلمة الدارجة في إسرائيل بأنه دردلي ويبدو أن نتنياهو يخشى تكرار هذا الأمر هذه المرة أحمد روشا من حيفا شكرا